نجوم الإسماعيلي الأدام يعني كابتن حمص والآخرين المفروض يكون لهم دور في المرحلة دي مش بس على مستوى أنك ليك منصب أو أنك ليك وظيفة في النادي في أدوار تانية شايفة أنه نجوم الإسماعيلي مفروض يعملوها في الفترة دي طبعاً نادي إسماعيلي لي حق علينا طبعاً يعني علينا كلنا يعني النادي في موقف لايح حسد علي لازم كلنا يتواجد يعني نقدم الدعم للنادي واللعبين بأي طريقة يعني بأي وسيلة نشوف نظر نفيد النادي بإيه ده حق النادي علينا كابتن حمص بسألك عن كابتن حسني عبد الربو رفيق الملاعب وكابتن من كابتن الفريق في وجودك أولاً يعني إيه طبيعة علاقتكم بتتكلموا بانتظام ولا العلاقة بزروف الحياة بإداءة على تواصل طبعاً حسن طبعاً من نجومه كبار يعني حسني من أمتع وأنا في رأي الشخصي ومن أحسن للهندرات اللي يقوم في تاريخ مصر حسن نجم كبير ولعب كبير وراجل عاشق الندل إسماعيلي وراجل حزين على وضع الندل إسماعيلي أكيد طبعاً تكر الفيديو اللي عمله وقال أنه اتمنع من دخول الأستاد وحس هو بإهانة أنه إزاي نجم إسماعيلي يتعمله كده من الدراء إزاي شفت المشهد ده وهالتكلمت معاه بعدي؟ لا أنا شاف طبعاً حسني نجم كبير ما ينفعش مهما كان الاختلاف بيننا في وجهات النظر أنه يتمنع من نادي الإسماعيلي بين نادي اللي هو بين مين ومين؟ بين حسني والإدارة النادي ما ينفعش يعني حسني نجم كبير وراجل أعطل للنادي الإسماعيلي وفي نفس الوقت ما ينفعش أن حسني كان المشكلة تكبر بين النادي والنادي ما تطلعش للإعلام ما تطلعش للإعلام أقصد لكن حسني سيزل نجم ونجم كبير ورمز من رموز النادي شايفه رئيس نادي إسماعيلي في يوم الأيام ولا مش بتاعته؟ بص رئيس نادي يعني لازم يكتسب من الخبرات ويخدها بتدرج يعني الموضوع من السهل يعني أنك تبقى رئيس نادي ورئيس نادي كبير زي نادي الإسماعيلي الموضوع من السهل عاوز خبرات عايز تدرج يعني أنا في رأيي تتديك أعدو مدرس إدارة وتدرج يعني وصفته بأنه من أحسن لعبة خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية أنا بستمتع بي حسني ايه مميزاته يعني اتكلم عنه ككورة اتكلمني عنه انت جوه الملعب بتشوفه ازاي المختلف اللي بيقدم حسني كهدفندر كدفاعيا وهجوميا عنده ميزة شوتينج الفولات بلعب بالرأس عنده مرة اللاعب بالرأس لا حسني لعيب يمتعك اللاعبين اللي هم يمتعوك محمد حمص زميله محمد صبحي في الجيل الدهبي مشي ولف ورجع تاني الإسماعيلي هو الحياة اخر سنتين يعني حاول بكل الطرق انه يختم مسيرته في الإسماعيلية ونال ده المسم ده بالانتقال للإسماعيلي بالعودة مرة تانية شفت ازاي عودته للدرويش صبحي يستحق راجل أعطى لنادي الإسماعيلي وحق أبو طلاط معنا دي الإسماعيلي وأنا رأي صبحي يعني من الحراس الكبار حسني صبحي حارس مرمى كبير وإن شاء الله يبقى ليه دور الفترة دي مع اللاعبين عنده خبرات إن شاء الله يقدر يوصلها اللاعبين دي يعد الأزمة دي زي إن شاء الله كتيبة من ألمع النجوم ترجمة نانسي قنقر